شكراً للمهندس عدلي القيعي الزميل الكبير العزيز اللي الحقيقة زي ما هو أشار الرحلة دي كان تصويت على ملك وكتابة لأنه عايز أقول لكم أنه قبل المباراة المهندس عدلي حتى في البطولة اللي فاتت أول ما تشير مش عايز يروح فأنا جيت المرة اللي فاتت وإحنا في قطر قلت له يعني معقولة تبقى هنا وما تشوفش ملاعب كاس العالم اللي حتستضيف كاس العالم بقى للمنتخبات ده الاستاذ الرئيسي فضلت أزن عليه الغالة لما أقنعته وخدته روحنا المباراة قلت له كان هعمل عملية تحريق واتفرج على المباراة اتفرج عليها بركلات الترجيح اللي فيها فكان صامت جداً تذكرت ده بقى في المباراة دي قلت له انت غبت انت غبت انت غبت عن المباراتين الأوليين لكن ماتش الهلال السعودي لازم تروح كان معانا الزميل الكبير العزيز الأستاذ حامد عز الدين ففضلت انا والأستاذ حامد نقنع في المهندس عدلي الى ان اخدناه على حين غير زي ما بيقوله وطلعنا على الاستاذ عايز اقول لكم انه الفال وعليه الكمال يعني بشرة الخير بجد مش بس ان المهندس عدلي يحضر نفس اللحظة اللي كان حضارها في مباراة السنة اللي فاتت على البرونزية وانه يشهد مراسم التتويج بالبرونزية لا واحنا عاديين في ملعب آل نهيان انا وهو والأستاذ حامد وبنتكلم بآلاء على المباراة وعلى الظروفها وعلى طبيعة المنافسة بين الاهل والهلال والحساسية بين الموجهات العربية العربية والموقف عامل ازاي والكلام كله كان فيه نوع من التراقب والمخاوف نفسها الى ان واحنا عاديين انا ببص في الموبايل لقيت الفيسبوك بيذكرني انه في مثل هذا اليوم عارفين انتو التذكير اللي بيحصل على الفيسبوك بالضبط قبل المباراة بحوالي ساعة في مثل هذا اليوم من السنة اللي فاتت صدر غلاف مجلة الاهلي اللي تحط على الفيسبوك وقتها بمناسبة فوز الاهلي بالميدالية البرونزية في الدوح انتباهي عالم الاهلي الثالث العالم هزمنا ببطل البرازيل واخراص نهوات التحفيل الفيسبوك بيفكرني انه ده العدد اللي صدر في نفس اليوم اتناشر فبراير عشرين واحد وعشرين يعني في مثل نفس او في نفس يوم او في مثل نفس مباراة الاهلي والهلال كلنا استقبلنا ده ببشرة خير فتخيالوا انه يكون ده العدد الخاص اللي طلع بعد المباراة بتاعت الهلال انه اسطورة المنديال بالاربعة هز الهلال عظيم يا اهل الفخر والعزة طبعا طبعا لما تشوفوا فرحة المصريين وفرحة الاهلوية وشعور جماهير الاهلي بالفخر والعزة والفرحة تعرفوا يعني ايه الاهلي؟ صانع البهجة تعرفوا يعني ايه؟ تشيلس الانجليزي في مراسم التتويج يعمل ممر شرفي للاهلي تقديرا وتكريما وتصفيقا للعبية تعرفوا كل الشهادات العالمية الكبيرة جدا الى انه هذا الفريق بيحطم الارقام القياسية حتى بات اسما محفوظا في اوساط كأس العالم للاندية اشتركوا في القناة